موسيقى بئر الرومة كان يمتلكها رجل يمنع الناس من الشرب منها إلا بثمن يدفع له كان ماءها جميل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعذب هذا الماء فتكلم مع صاحب هذه البئر بأن يترك الناس يشربوا منها وله بهذا البئر بيت في الجنة فقال هي بئر لي ولأولادي ونتكسب من ورائها بلغ هذا الأمر عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه وكان من أجول الصحابة وأكثرهم ثراء فطلب شراء البئر من صاحبها فرفض فعرض عليه أن يشتري منه نصفها فيكون لعثمان يوم وللرجل يوم آخر وظن الرجل بأن عثمان رضي الله عنه لأنه تاجر بارع في التجارة سيرفع الثمن فيقبل الناس على هذا الرجل في اليوم المخصص له فوافق الرجل على هذا الاقتراح وقبل أن يشاركه عثمان رضي الله عنه أرضاه بخمسة وثلاثين ألف درهم ولكن ذنورين أوقفها في سبيل الله سبحانه وتعالى وكان اليوم المخصص لعثمان رضي الله عنه مجانا لجميع الناس ولأن العطاء من مظاهر التسامح وأهم ما يمنح أو ما يمنح الإنسان للآخرين في الحياة هو الماء والماء هو الحياة لذا دع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ذبي رعاه الله المؤسسات والشركات الخاصة في الدولة للمشاركة في السباق سقيا الأمل حيث قال نبحث عن قوة الإنسان بداخل كل إنسان إنه تحدي إنساني للمؤسسات وقال سموه في هذا الخصوص في كل إنسان بذرة خير وعطاء ورحمة والهدف أن يحس الجميع بقيمة الماء وصعوبة الحصول عليه لمئات الملايين من البشر وأن التحرك ولو بشيء بسيط يمكن أن يحدث فرقا عظيما في نفوسنا قبل الآخرين وسباق سقيا الأمل هو تحدي إنساني مبتكر يهدف إلى إشراك المجتمع في أعمال العطاء من خلال التبرع بالمياه وإيصال المياه للمناطق التي تعاني شحا من موالد المياه الصالحة للشرب ومن هنا يتضح معاني التسامح وقيم العطاء في المجتمع مشاهدينا أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم للتسامح وطن في برنامجنا يوميا سؤال مهم وجوائز قيمة وسؤال اليوم هو اذكر آية جاء فيها كلمة ماء في القرآن الكريم السؤال مرة ثانية اذكر آية جاء فيها كلمة ماء في القرآن الكريم واليوم معنا جوائز قيمة 500 درهم نقدا طبعا الجوائز تسلم بعد رمضان بعشرة أيام الجوائز تسلم بعد عشر أيام بعشرة أيام والرقم الظاهر أمامكم مشاهدين على الشاشة هو رقم الاتصال بنا تصلوا بنا ويجاوبوا على سؤال حلقة اليوم وسؤالنا النهاردة له إجابات كثيرة جدا في القرآن الكريم كلمة ما جاءت آيات كثيرة اذكر آية واحدة منها في القرآن الكريم إذن تفوزوا معنا أو تدخلوا معنا السحب على 500 درهم نقدا مشاهدين في كل مكان مع تقرير يتكلم عن التسامح يتحدث عن قيم التسامح ومعاني التسامح نذب إلي ونعود إليكم فكونوا مع هذا التقرير الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يصلكم صوتي هذا من وطني الإمارات وطن التسامح هذا الوطن الذي علمنا المرحوم والمغفور له بإذن الله عز وجل زايد بن سلطان علمنا كيف نغرس قيم التسامح في أنفسنا أولا ثم في قيم أبنائنا صوتي هذا يصلكم من هذا البرنامج الذي اسمه للتسامح وطن وإن كان له وطن فوطنه الإمارات هذا الوطن الذي كما ذكرت لكم غرس في أبنائه قيم التسامح فترى أبنائه يكلمون الجميع ويحيون الجميع ويخاطبون الناس على اختلاف درجاتهم العلمية أو على اختلاف درجاتهم الاجتماعية حتى لو كانوا عمالا أو كانوا خدما أو كانوا في أعلى المناصب فإنهم يخاطبونهم كما يخاطبون إخوانهم وكما يخاطبون أخواتهم هذا هو التسامح الذي أراده الله عز وجل تأمل في هذا الحديث الجميل الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت هذا بينك وبين الله هل تستطيع أن تتق الله دائما كما أمر الله الجواب لا فالإنسان يخطئ فقال الله عز وجل وأتبع السيئة الحسنة تمحوها هذا كله بينك وبين الله هل انتهى الحوار مع النبي صلى الله عليه وسلم لا بل قال بعدها وخالق الناس بخلق حسن هذا هو التسامح أن تخالق الناس بخلق حسن في هذا الحديث اليوم سأعلمكم وأعلم نفسي قبل ذلك كيف نتسامح بثلاث كلمات العلم ثم بعد ذلك يأتي الصبر ثم بعد ذلك يأتي العدل كيف ذلك أنت في كثير من الأحوال يأتيك صاحبك أو تسمع أخبار معينة فتغضب لا تسأل ما السبب لا تسأل ما العله ما السبب في هذا الموضوع الذي حصل تبدأ مباشرة بالحكم على صاحبك بأنه أخطأ تقاطعه لا ترد على اتصالاته قد يعطيك المدرس علامة ضعيفة فتبادر مباشرة بالإساءة إليه وأن تقول له أنت حصل كذا وكذا وكذا دون أن تسأل عن الأسباب أو أن تتطلع على ما السبب في هذا الحكم الذي حكم به عليك كذلك القاضي لو حكم عليك قضائك الزوجة لو أخطأت في البيت أنت لا تسأل أنت تبادر مباشرة إلى الحكم تذكروا قصة موسى عليه الصلاة والسلام ماذا قال للخضر ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا ماذا قال له الخضر قال إنك لن تستطيع معي صبرا لماذا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا خبرا يعني علما يا جماعة كيف تصلي وأنت لست متسامحا مع ربك بأن تصلي لله ما أمرك كيف تصلي وأنت لا تعلم فضل هذه الصلاة كيف تحافظ على الصلاة وأنت لا تعلم ما أعده الله عز وجل المتقين وكذلك أن تتعلم ما أعده الله عز وجل لمن ترك الصلاة لابد أن تتعلم كلما تعلمت اشتقت إلى الله اشتقت محبة علمت أن هذه الصلاة ليست لله عز وجل فالله غني عن أعمالنا هذه الصلاة لك ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم الله لا يريد مننا شيئا كما يريد البشر إذن أول طرق التسامح أن تتعلم تعلم ما الفرق بين الدين والدين تعلم كيف تعامل غير المسلمين تعلم أحكام الإسلام كيف تعامل زوجتك كيف تعامل والدك كيف تعامل أرحامك تعلم فإذا تعلمت وكذلك تعلمت ما الأجر المترتب وتعلمت ما العقوبة التي قد تترتب كل هذا العلم يقين سيقودك إلى الصبر لو أخطأ عليك أحد سيقودك للصبر يقينا واحد سبني وأنا أستحضر العلم أن الله عز وجل بشر الصابرين أن الله عز وجل يقول والكاظمين الغيظ والعافنة عن الناس هؤلاء بماذا وعدهم الله عز وجل بالجنة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافنة عن الناس والله يحب المحسنين يقال في التاريخ أن رجلا كان له غلام يخدمه فكان في ذاك الزمان الماء يسخن لأنه ليس هناك سخانات فجاء بالماء ولم يبرد بعد ما كان باردا صبه على يد سيده للوضوء فاحترقت يده فماذا قال غضب السيد من شدة الألم فقال له الغلام والكاظمين الغيظ فقال كظمت غيظي ما الذي جعله يكظم غيظه ذكره بالقرآن ذكره بكلام الله وهو يعلم أن كلام الله عظيم هذا العلم قاده إلى الكظم فقال كظمت غيظي كظم الغيظ أول الدرجات هو غاضب لكن كاظم ومسيطر على الغيظ ثم قال له والعافين عن الناس فقال عفوت عنك هذه الدرجة الثانية لست كاظما أنا عفوت عنك فقال له والله يحب المحسنين فقال أعتقتك في سبيل الله تخيل واحد كان مسيئا لي في البداية تحول إلى عبد حر لأنه قرأ عليه آية دخل رجل مستأذنا مع صاحبه على عمر بن الخطاب وجلس في مجلس العلمي والفتوى وكان الرجل متربصا بعمر بن الخطاب فماذا قال له فجأة قام في المجلس وقال لعمر بن الخطاب إنك لا تحكم بالسوية ولا تعدل بين الرعية ولا تحكم في القضية وعمر كان من أشد الناس غضبا في الجاهلية فوضع عمر يده على عصاته وأراد أن يقوم فيؤدبه وهو ولي الأمر وأمير المؤمنين يعني لو عاقبه فهو يستحق تلك العقوبة تخيل أن الإنسان يخطع على ولي الأمر في مجلسه فأخذ العصى وأراد أن يضربه فمسك رجل من الصحابة يد عمر وقال له خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين يقول الراوي للحديث والله والله ما تجاوزها عمر لماذا ما تجاوزها عمر لأنه يعلم أنه كلام الله ويعلم أن هذا الكلام خطب به رسول الله ويعلم أنه أقل من رسول الله والرسول عفى وتسامح ماذا قال لقريش وقد قتلوا عمه وقتلوا خيرة صحابته ما تظنون أني فاعل بكم فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء قالوا له كما قال يوسف كما قال إخوة يوسف ليوسف عليه الصلاة والسلام تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين من تعلم استطاع أن يتسامح لأن التسامح هو الصبر عن من أخطأ عليه هو الصبر عن زوجتي إذا قصرت هو الصبر على نفسي إذا بدت تعصي الله عز وجل وأخيرا يحقق العدل ما هو العدل الأحكام العادلة والأفعال العادلة من أراد التسامح في وطن التسامح لا بد أن يحقق هذه الثلاث العلم الذي قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والقراءة والتعلم والقراءة في سير الصالحين والقراءة في سير الفضلاء كحكامنا حكام الإمارات كزايد بن سلطان رحمة الله عليه أن تقرأ في سيرته أن تقرأ في سيرة العلماء والفضلاء كل هذه القراءة والعلم وقبل ذلك القرآن والسنة ستقودك إلى الصبر ثم الصبر سيأتي بأحكام عادلة لأن الصبر يتأمل الأمور ويحسن الاختيار بإذن الله عز وجل أترككم في أمان الله مع التسامح في وطن التسامح وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة تانية إدارة الأبحاث المجتمعية والعلاقات العامة في مركز إرادة للعلاج والتأهيل على هذه الكلمات الراقية والرائعة والتي تحدث فيها عن وطن التسامح عن قيم التسامح عن أهمية التسامح للإنسان سواء في تعامله مع كل من كانوا حوله من أصدقاء في العمل من قيادة من حتى زوجة وأبناء حتى المخدومين وهذه القصص والنماذج الرائعة التي ضربها لنا الشيخ عبدالله الأنصاري إنما هي مثال حي جاء في القرآن الكريم وجاء في السنة النبوية الشريفة للتسامح بمعانيه المختلفة وبصوره المتعددة اليوم مشاهدينا من التحدث عن أرقى أنواع التسامح وهو العطاء والعطاء في أرقى أنواعه عطاء الماء لأن الماء هو الحياة نذكر بسؤال حلقة اليوم وهو إذكر آية جاء فيها كلمة ماء في القرآن الكريم إذكر آية جاء فيها كلمة ماء في القرآن الكريم الرقم الظاهر أمامكم مشاهدينا على الشاشة من خلال اتصالاتكم هنعرف مين بإجابة صحيحة ويتفوزوا معنا اليوم بجائزة عبارة عن 500 درهم نقدا هذه الجائزة لكم مشاهدين في برنامجنا أيضا معنا جوائز أخرى لكن في حلقات أخرى إن شاء الله أسبوعيا معنا رحلتين عمراء أسبوعيا ومعنا جهازين تابلت أسبوعيا ومعنا يومين 500 درهم والجوائز كما أخبرنا قبل الفاصل تسلم كلها بعد رمضان بعشرة أيام أغيرا تحدثنا في بداية الحلقة عن ذلك الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه وعطائه الكبير ذلك العلم الذي كان واحد من أوائل الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ في اتصالاتكم مشاهدين في كل مكان ونأخذ الاتصال الأول طارق من دباء أهل الله مرحبا يا طارق عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أستاذ طارق علينا وعليكم رب العالمين كيف حالكم أستاذ طارق تمام كيف كانت الأيام الماضية من رمضان أتناشر يوم سريعا مروا السهل الصيام ولا صعب في هذه الأجواء معنا أستاذ طارق طارق معنا أستاذ طارق معك أسمعك نعتذر حقيقة يعني حبينا نعرف كيف كان الصيام معك كيف الأجواء معنا اتصال من أديبة من الشرق أهلا مرحبا يا أديبة تفضلي أديبة السلام عليكم أديبة أديبة السلام عليكم السلام عليكم كيف حال وما أنزل الله من السماء ماء فأحيا بها الأرض بعد موتها في أحيا بها الأرض بعد موتها في أي صورة في صورة البقرة في صورة البقرة كيف الماء بالنسبة للإنسان أختاذيبة الماء هو الحياة ويعني أكثر الشيء الواحد وما بيحسن أعظم العطاء أيضا سقي الماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم نشكرك تأذيبة على المشاركة معنا وعلى إيجابة السؤال والإيجابة التي جاءت لنا من صورة البقرة ونريد من المتصليين والمشاركين معنا أن لا يكرروا الآيات يعني جميل أن نقول آيات مختلفة مع كل اتصال لنعرج على كل آيات الماء في القرآن الكريم معنا اتصال طارق مرة أخرى أهلاً وسهلاً يا طارق أهلاً وسهلاً الصيام شكله مزعلك والله يا أخي لا مثل السنة هذه باردة يعني الجو جميل وإن شاء الله السنة اللي بعدها أبرد إن شاء الله أحيان الله حتى يأتي في الشتاء فيكون الجوراء إن شاء الله كله من فضل الله ونعم بالله الآية هي طقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء صورة الأعراض نشكرك على الإجابة وعلى المشاركة معنا ولكن كنا نريد الآية من بدايتها ما الذي سخناه يعني هذا السحاب الذي يسوق الله سبحانه وتعالى فيكون فيه الماء حتى يفهم الماء في سياق الآية كيف كان نريد الآية كاملة حتى نعرف ما سبب نزول الماء أو ورود الماء في هذه الآية معنا اتصال آخر من السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا يا ولاء كيف حالك؟ كيف الصيام؟ يعني بتجهز الفطور ولا سيبين الفطور على حد تاني جاهزوا؟ لا لا بنجهز الفطور وبتابع البرنامج شيء ممتاز يعني إجابة السؤال هي بسم الله الرحمن الرحيم وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها بصد الله العظيم في أي صورة؟ صورة الروم آية 24 شكرا جزيلا على المشاركة وعلى الإجابة ومشاء الله التلاوة أيضا الجميلة ومنتكلم عن الماء وأهمية الماء في حياة الناس والمبادرة الرائعة سقي الأمل سقي الماء لأطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد واللي بيتسابق فيها كل المؤسسات والهيئات داخل الدولة من أجل العطاء بالماء الذي هو أصل الحياة معنا اتصال من؟ ليلى ليلى من سجيرة أهلا وسهلا أختي ليلى كيف الحال؟ الحمد لله والله أعطيكم العافية وأنتم يا رب العالمين كيف رمضان معاكم كيف الصيام؟ والله الحمد لله رب العالمين الحمد لله كيف العطش؟ والله ما في عطش فراحة الحمد لله يعني الجو تمام الجو حلو نعم السؤال هو اذكر آية ورد فيها أو جاء فيها كلمة ماء في القرآن الكريم هي؟ بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفْرٍ أَوْ جَأْ أَحْدُمْ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِضِ أَوْ لَا مَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا صدق الله العظيم نتيمم بماذا؟ بالتراب 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 جميل نشكري نعم بالفعل هي آية التيمم في القرآن الكريم ونزلت هذه الآية بفضل أمنا عائشة رضي الله عنه وأرضاها ولها حكاية أيضا سنقولها في الحلقات القادمة مع الاتصال آخر من ناصر من دبي حياك الله يا ناصر كيف الحال؟ ألو يا ناصر كيف حالك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيفك يا ناصر؟ الحمد لله تمام في أي صف؟ أنا؟ تدرس؟ في السادس في السادس ما شاء الله لا تفضل أسمع الآية منك بسم الله الرحمن الرحيم وأنزل من السماء ماءا تخرج به من السمرات رزقا لكم الآية 22 صورة البقرة فلا تجعلوا لله أندادا؟ لا وأنزل من السماء ماءا تخرج به من السمرات رزقا لكم نشكرك على المشاركة معنا يا ناصر وعلى الإجابة وإحنا كنا بنكمل الآية معاك لكن أيضا إجابة صحيحة ومعاكم مشاهدينا بنكمل حلقتنا النهاردة ونتكلم عن آيات الماء في القرآن الكريم الآيات التي وردت فيها الماء حتى نعرف أهمية الماء كما جاءت في كتاب ربنا سبحانه وتعالى ومعنا اتصال محمد من الفجير أهلا وسهلا أستاذ محمد كيف الحال؟ والله الحمد لله تماما كيف ترى أهمية الماء في حياة الناس أستاذ محمد خاصة في الدول اللي ما عندها ماء أو عندها جفاف أو مجاعة والله الماء عن كل شيء يعني واجعلنا من الماء كل شيء حي نعم كيف تشعر بمعاناة هؤلاء اللي موجودين في بلاد ليس فيها ماء ولا أنهار ولا أمطار؟ ترى صورهم تشوف أشكالهم مع هذه المجاعة نعم بيحتاجوا إلى حفر أبار بيحتاجوا إلى إيصال ماء بالنسبة لهم يعني كيف تحث الناس على مسألة التسارع أو المبادرة في التبرع أو المساهمة بالمياه؟ لازم تبرع مبادرة نعم جميل الآية هي؟ سورة النحي الآية عشرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر صدق الله العظيم نشكرك يا محمد معانا هذا الماء الذي يعني هو ري للإنسان وأيضا يخرج به الزرعة والثمرات للإنسان فهي أيضا من مقاومات الحياة لأن الإنسان يحتاج إلى مياه وأيضا يحتاج إلى طعام وشرب معانا تصال منه؟ فاطمة من الفجيرة أهلا مرحبا يا فاطمة تفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونزلنا من السماء ماء مباركا فعبتنا به جنات وحب الحصيد سورة قار جنات وحب الحصيد جنات أي البساتين من الثمار والأشجار أشكرك يا فاطمة على المشاركة معنا وعلى إجابة السؤال ونكملين معكم مشاهدينا ونذكر بجوائزنا النهاردة ونذكر بالسؤال اللي ينضم إلينا بالمشاهدة الآن اذكر آية في القرآن الكريم جاء فيها كلمة ماء اذكر آية جاءت فيها كلمة ماء في القرآن الكريم على رقم التليفون تفوزوا معنا إن شاء الله بخمسمائة درهم نقدا للي نضم إلينا بالمشاهدة الآن ويتابعنا الآن فقط بناخد اتصالاتكم مشاهدينا اتباعا ونكمل إجاباتكم من القرآن الكريم ومعنا فاطمة من الفجيرة أهلا ومرحبا يا فاطمة تفضلي والسلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نباتة كل شيء فأخرجنا به نباتة كل شيء سورة الأنعام نشكرك يا فاطمة على المشاركة وجميل أيضا أن نذكر اسم الصورة بعد الآية لأن الله سبحانه وتعالى يعدد نعمه وصورة الأنعام كما يقال في بعض الروايات أنها نزل بها سبعون ألف ملك في ليلة واحدة وهي صورة تحدد نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان المتعددة والكثيرة وجاء أيضا فيها أيات بليغة وعظيمة ونعم الله سبحانه وتعالى وملكوت الله سبحانه وتعالى كما جاء فيها على لسان ربنا وهو يري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض بكم لي معاكم مشاهدين حلقتنا النهاردة ونتكلم عن أعظم أنواع العطاء وهو عطاء الماء وتلك المبادرة المتميزة في مبادرات التسامح في عام التسامح وفي وطن التسامح وهي مبادرة سوقية الأمل ومن أخر اتصال معاكم مشاهدينا ومعنا اتصال من رغد من الفجيرة أهلا ومرحبا يا رغد تفضلي أهلا وسهلا حياة الله قال تعالى والله خلق كل دابة من ماء سورة النور خلق كل دابة من ماء الداب فقط أم الأشجار أم مكونات الحياة بشكل عام معانا يا رغد راح يترغد وبناخد من زايد من الفجيرة أهلا ومرحبا يا زايد كيف الحال أهلا ومرحبا بك الآية رقم 30 من سورة العنبياء وجعلنا من الماء كل شيء حي وجعلنا من الماء كل شيء حي تعرف الإنسان ممكن يعج من غير مياه أو يعني يقدر يتحمل أدئي من غير مياه ثلاثة أيام على حسب أين بالفعل ثلاثة أيام يعني يستطيع الإنسان العيش لكن من يعاني من قلة المياه أو تلوث المياه كيف يعيش أخي زايد والله يعني تحجز له مشاكل صحية بالضبط بالكلة وكثير من أعضاء جسمه ربما بيشعر بإنهاء كامل ويشعر بتعب كامل وأعياء كامل نحن في رمضان وفي الصيام بنشعر بالعطش أحيانا وبننتظر وبننظر في الساعة يعني بلاحلم بقرب أذن المغرب لكن اللي ما عندهم مياه على مدار العام كيف يشعروا بهذه المعاناة على مدار العام وما في أمل إلا في الله سبحانه وتعالى ثم في عطاء أهل الخير والعطاء نعم نشكرك أخي زايد على المشاركة معنا وعلى إجابة السؤال ومعانا اتصال من وليد من الشارقة أهلا ومرحبا يا وليد كيف الحال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أستاذ وليد الله حقيق الجواب أعود بالله مشاطا رجيم هو الذي أنزع من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر صدق الله العظيم نشكرك على المشاركة معنا أستاذ وليد وعلى الإجابة وغالبا الأطفال حواليك محتاجين ماء لو تعطيهم بعض الماء إن شاء الله يسكتوا والماء هو أيضا من مقاومات المعيشة والزرع وكذلك سقيا الإنسان وسقيا الدواب معنا اتصال من رزينة من الفجيرة يا رزينة أهلا ومرحبا كيف الحال الحمد لله رب العالمين يعني المخرج بيقول لي أسألك عاملين إيه على الفطور اليوم وأنا ما حابب أسأل السؤال عاملين أنجينار والله بالحنوشيفة إن شاء الله الإجابة هي بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض فأسكنناه في الأرض أكمل الآية وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين أشكرك بالفعل الإنسان يشرب الماء مهما شرب لا يخزن الماء أبدا في جسمي وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى ومعنى الانتصال الأخير في حلقتنا النهاردة هلا من الفجيرة أهلا مرحبا يا هلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف الأحوال والله الحمد لله كيف العصائر على مائلة رمضان والله الحمد لله رب العالمين كلك ورئيس الحمد لله الحمد لله الآية هي بسم الله الرحمن الرحيم وأنزل من السماء ماء فأخرج به من السمرات رزقا لكم سورة البقرة نشكرك يا هلا على المشاركة معنا وعلى الإجابة والإجابات من القرآن الكريم فاصل ونعود لنعرف من في هذا معنا اليوم بجائزة الحلقة فابقوا معنا رجعنا لكم مشاهدينا في كل مكان ونوصل لأهم فقرة عندنا وهي معرفة من فاز معنا اليوم بجائزة الحلقة ومن سعيد أو سعيدة الحظ النهاردة نعرف من فاز بخمسمائة درهم نقدا طارق القاضي من دباء طارق ألف مبروخ خمسمائة درهم نقدا ألف مبروخ الجائزة طارق ومشاهدين إن شاء الله غدا حلقة جديدة وبرنامج للتسامح وطن ومع هذا الدعاء نترككم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وتجاوز اللهم عن تقصيرنا جمعية الفجيرة الخيرية تتمنى لكم صوما مقبولا وذنبا مغفورا للتواصل الرقم المجاني 800-8844 خدمة الواتساب الموقع الإلكتروني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر